موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة متباخي الصغير كانت تمنى تكونوا على خير يوم كيما كتبوا معي هنحضر معكم تقية السلطان لمعروفة وديرة ترندد الأيام على مواقع التواصل لدارتها وحدة مصرية وأنا سأجربها معكم أول مرة حتى أمكان نديرها وأنا سأجربها معكم إن شاء الله لدينا في المقادر شوية الملح كما كتشفوا درت في البول شوية الملح عندي نسكاس الحليب ونزيد له نسكاس ديال الماء يكون عندي نسكاس الحليب ونسكاس الماء يكونوا دافين طيب المليليتر تقريبا 120 مليليتر في الكاس ما بالماء والحليب عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية واحد صاشي ديال فاني وهنا عندي سكار الخاشين أي ساندة واحدة خمسة المعالق كبار كما كتشوفوا 4 و 5 هدي نضيف لهم أصفر بيضاء هدي نخلط مزيان ونضيف نسكاس الزيت هنا رغضت الزيت ما بنت ليش واحدة 60 مليليليتر بالعبار ديال العنباء نسكاس ونضيف طحين طحين تقريبا ندي هنا خمسة ديال الكسان بالعنباء 4 كسان عمرين والكاس الخامس ما عمرش بيكون مغرب الان هنا رغض مغرب لها قبل كما كتشفوا كنضيف لا دفوعات ما كان جيش نضيره مرة الأولى دقة وحدة لا كنضير شوية بشوية مرة الأولى مرة ثانية من بعد سوف نخدم غير بالليد ديالي لان بالفوي ما يمكن تخدم او لا تقدروا تدروا سباتول يعني إلا ما بتوش خدموا بيد ديالكم سوف نكمل كمية أخرى اللي بقيت لي ونجمع العجين مزيان ونحاول ما ندلكها لانتم ما نشوف ما ندلكها لغير نجمعها وعجين كانت جير طبعا يعني بدك الزيت اللي درنالها تجير طبعا وخفيفة هنا من بعد ما نجمعها سوف نحيدها من البول باش نجمعها مزيان ونحتغير هنا في البلون ديالتخاباي ونجمعها كمية مزيان باش يجنس لياكوسي من بعد سوف نقطعها على الجج الجج كرة تكون قد قد الكرة اللي اللي غنخليها جانبا والكرة الثانية سوف نضيف لها كمية الكاكاو تزيد القياس وعينيكم ميزانكم على اللون اللي بغيتوا يكون غامق او مفتوح ونزيد معلقة كبيرة الزبدة كما كتوفوا الزبدة تكون واخدها درجة حارة المطبخ يعني تكون طرية ندخل ها مزيان ونجمعها ونحتم بالنسبة لكرة الثانية نعجين الثانية سوف لها غير زبدة ونزيد في كاكاو اللجن سوف ندخل لها مزيان هذه البريوش هي درجة كبيرة ولكن تتبقى بريوش لا يوجد بريوش سوف نقول لها ووو ولكن تستحق تجربة لا يوجد مقادير كثيرة لا يوجد يجربها ويشوف يتبقى الأدواق تختلف أنا أول مرة كندرها وهي فاشدرتها معكم يعني ما عفش خدات 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 بزاف زمام على المادقة درها وكانت من تجربها لأنها ماشي خيبة زوينة ولكن ماشي 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 مهم أنها صرحت العجين لول صرحت العجين الثاني صرحت العجين لول في البابي وصرحت العجين الثاني في بابي آخر أنا أجدتكم صراحة يعني نقدر نقول لكم زوينة وكذا 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 رائعة ضربها هي زوينة ولكن ماشي بالدرجة اللي اخذت أنا زعم يعني اتجهرت بزاف المهم هنا دهنت هذه كلاب أختي كما اشتو دهنت بشوكولات درت لبي بيت لشوكولات وماشيت شوكولات اللي اخذنت بيت قدرت خدرت شوكولات وماشيت شوكولات وماشيت وماشيت شوكولات وماشيت شوكولات شوكولات من بعد نرولي وهذا الطرف سوف نقطع سميت تاكا مسكين وماشيت نرولي هنا سوف نسرع الفيديو لكي لا يأتي طويل وطريقة سهلة وحتى المقادر لا يوجد مقادر ولكن لا يوجد شعجة وعراء كل شيء موجود في الدار وكل شيء متوفر لا يوجد كل شيء في الدار لهذا لا يوجد مشكلة سوف نكمل طريقة ومن بعد سوف نكمل اللوية لها لا تضغط عليها تبقى مرخوفة كثيرا لكي نفخ ونفخ لكي لا يوجد قصحة أخذت المل أخذت المل أخذت المل دكية 22 سنتين في العبارة ونزلت وفرشت لها وضعت وضعتها وعطيتها وعطيتها وضعتها في الخمار تريد الوقت ونزلتها تريد لانتظل ولكن تريد تريد ونزلت وأن تستخدم تضغط وأنه يجب على الصفر ونزلت ونزلت ونقص ونزلت تضغط ونزلت لم يقص تضغط ونزلت باقي وضعت ودهنوا بالشيتة كي يبقى لكم الاختيار انا كتفيت بذلك الطريقة وكتفتها وتخليوها تبرد هنا كما تشوفون من بعد ما بردت هنا لا بردت هنا بقي سخونة لانني كان خاصة نكمل فيديو قطعتها ويسخونة ما تفعلوها حتى تبرد على قطعها كما تشوفون هنا بقي سخونة بقي سخونة يعني كتجي كما اشتوه هي بنينا جوينا تستحق تجربة كما قلت لكم هذا هو الشكل نهائي وانتم تشوفونها هنا بقي سخونة وكنتمنى انكم تجربوا وكنتمنى تتابعوني على قناتي وديروا جيم وشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكوا جديد وبرتجوا مع أصدقائكم أستودعكم الله